ما هي أحوال اللاجئين السوريين في ألمانيا؟ أكثر من نصفهم ما زالوا يعتمدون على إعانات البطالة إجابة صادمة نشرها مكتب العمل الألماني شرعت معها باب التساؤلات من جديد حول مدى توفير دول اللجوء فرص العمل المناسبة للسوريين فيها وعن جدية ومساعي اللاجئين في المقابل للحصول على فرص عمل هناك وما إن كان من شملتهم هذه الأرقام من الفئات القادرة على العمل أصلا لكي لا نستبق الأحكام لنتعرف على تفاصيل ما جاء في الخبر مكتب العمل الألماني أشار إلى أن 65% من السوريين القادرين على العمل يعتمدون إما كليا أو جزئيا على تلقي نفقات برامج الدعم للبقاء على قيد الحياة متجاوزين بذلك نسبة باقي اللاجئين من دول أخرى ممن يحصلون على هذه الإعانات المعروفة باسم هارتس فير حول ذلك يرى المستشار في الحكومة الألمانية ماتياس ميدلبرغ أن نسبة السوريين الذين يتلقون معونات حكومية لافتة للنظر في ضوء فرصهم الجيدة نسبيا للحصول على الحماية في ألمانيا معتبرا أن معادلة تأمين الإقامة الآمنة لا تفضي بالضرورة إلى عملية اندماج أفضل لا سيما بسوق العمل وما يحصل مع اللاجئين السوريين مثالا في حين أرجع عضو المجلس الاستشاري للاندماج والهجرة الألماني بانو بوتفارا سبب ضآلة نسبة العاملين بين اللاجئين السوريين إلى التحديات التي يواجهونها في سنوات اللجوء الأولى فضلا عن نسبة النساء المرتفعة بين الأرقام المدروسة ممن قدمنا بظروف لم الشمل ولم ينخرطنا بسوق العمل لأسباب ثقافية وأخرى تتعلق بالأسرة نستطيع إنجاز ذلك قالتها المستشارة الألمانية أنجلا ميركل بعد وصول مئات آلاف السوريين إلى بلادها واليوم على من تقع مسؤولية تأخر اندماج السوريين في سوق العمل التي تعد من المفاتيح الأساسية للاندماج مع المجتمع المضيف